على كل اندام عاد موجز لأهم الأخبار معالين دا تفضلي لنا شكرا شازلي أثمنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجموعة الوزرية الاقتصادية وصراح المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزرية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنطظم لمنظومة إجراءات الاستراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عمليات الانتاج أكد رئيس عبدالفتاح السيسي على وجود أزمة اقتصادية عالمية غير مصبوقة يشهدها العالم بأكمله ولها تدعيات حادة وخلال مداخلة تلفزيونية أكد رئيس السيسي أن الدولة تتخذ إجراءات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين موضحا أن الدولة حريصة على توفير المواد الخام للمصنعين وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين كما شدت الرئيس السيسي على الحاجة إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة مشيرا إلى أن نسب الأسرة المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمارة خاصة بالتقديم والمشاركة في الحوار الوطني حتى تتمكن إدارة الحوار من تلقي طلبات والمقترحات من كافة شرائح المجتمع المصرية وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة طائرات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني خول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة أعلنت أوكرانيا أنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور مؤكدة أنها تنقل ما يقرم من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا وأوضحت شركة جيتسو التي تشغل نظام الغاز الأوكراني أنها ستوقف الشحنات عبر طريق صخرة نيفكا اعتبار من اليوم معلنة حالة القوة القاهرة وهي بند يفعل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ باليستية مؤخرا وتقرر أن يعقد الاجتماع اليوم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية يأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسبوع المقبلة أعلنت السلطات الإسبانية إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي غرق زورقهم في المحيط الأطلسي بين الصخراء الغربية وجزر الكنار الإسبانية في حين لا يزال في عداد المفقودين 28 مهاجرا آخر كانوا برفقتهم وأكد مصدر في خفر السواحل الإسبانية أن الناجين أكدوا أن 41 شخصا كانوا على متن الزورق المطاطية أعلنت السلطات الكوبية ارتفاع خصيلة ضحايا لانفجار الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر فندق ساراتوجا في هافانا إلى 43 شخصا وقالت الصحة الكوبية إن الانفجار خلف أيضا 54 جريحا بينهم 17 لا يزالون في المستشفى وانتشلت فرق البحث والإنقاذ من تحت الإنقاذ جثتين نهاية بوجزة ثمنا نعود استكمال باقي فقرات صباح خرية مصر بعد الفاصل